بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوية جديدة مشيوة ام شمس كنتم مننا دائما تكونوا باحسن الاحوال و تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم ترطة او الوحد الحليوه كتجي رائع جدا الديدة كذلك فعناصر اللي كلهم يعني كيتولموا مع بعضياتهم كنتم مننا ان شاء الله انكم تجربوهم ما تبخلوش عنا دائما بتشجعتكم وتعليقكم رائعة ونمشوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير فاول حاجة هنعملو هي الطبقة الكيك غادي نحتاج فيها حبة ديال البيض 30 جرام ديال السكر حبيبت اولي الساندة 10 جرام ديال زيت نباتي قبيصة ديال خاميرات الحلويات اللي يجوش جرام وكذلك فانيلا انا صار شي واحد اللي استعملت وغادي نحتاجو كذلك 12 جرام من الماء عادي و 26 جرام من طحين الابيض الخاص بالحلويات من طبيعة الحل قبيصة الملح اكيد بالنسبة للطريقة فكنا ناخدو البيضة نضيف عليها الفانيلا القبيصة ديال الملح والسكر حبيبت كذلك فهنا عندي معلقة كبيرة ديال السكر حبيبت تكون مملوه امزيان وغادي نطرب جيدا هاد البيضة هادي يعني هنا عملو هاد البيضة في شيئنا يكون صغير باش تحكموها مزيان لانا عنا يحب وحدة من البيض كنتنطربها جيدا حتى يضعف الحجم ديالها جزوج حتى تلتات الخطرات على هاد الشكل هذا يعني نفس طريقة ديالها جنواز او كذلك الكيك رولي ديال خمسة 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 ومن بعد غادي نضيف وانا كنتنطرب زيت نباتي وكذلك الماء وغادي نطرب غادي تطرب هنا خفيفة فقط ونحبس ومباش نضيفه دابا الطحين شوفوا الخليط كيفاش يكون فهنا راني عملت غاية معلقة من كل شي يعني معلقة الزيت معلقة السكار معلقة ديال الطحين يعني هنا نفس المقادير اللي عملت معاكم في الكيك رولي عملنا هاكا كتبقات جنواز خفيفة وكتجي صراحة زوينا هنا اضفت ديك الخامير اللي يجوش قرام قبيصة يعني راس معلقة مع طحين غربلتهم وضفتهم على هاد الخالد وكنتلع هكا كان خلدك الطحين من تحت الفوق حتى يتجنس معي العناصر على هاد الشكل هادا كما كتلاحظو معي ومن يجنسوا معنا العناصر فكنناخد طوا ولا صفحة الفون كندهنا بزيت نباتي عاد كنفرش لها ورق الطبخ وكننزل فوق من هاد الخالد هادا كنحاول مصوب هاد دائرة وغندخلها الفرالي سخون من قبل غنقص على جيدا نحسب ليها من خمسة حتى سبعة دقائق لها كتكون طابت فكنخليها الطيب على الجنب وغامشون وجدو اول اول اثاني مرحلة ناخد هنا خمسمائة ميلي ديال الحليب لي ونصف ليتر ديال الحليب كنضيف معها ثلاثة معالقة كبيرة ديال السكر كنخلط جيدا بارد في بارد وغنعمل خالد فوق نار بيتكون نار هادئة وانا كنخلط على هاد الشكل يعني كنبقاو نطربو الخالد حتى كتجنس معنا الكريمة وكتعقد كنزولها من فوق النار مباشرة وغادي نضيف عليها معلقة صغيرة من الزبدة على هاد الشكل هادا كنخلطها باش تضبلينا في حرارة ديال الكريمة وغادي نضيف وريقة واحدة ديال الجيلاتين اللي فزقتها في الماء بارد وعصرتها جيدا خلطها كدلك حتى دابد وغادي نضيف كريم ديسير ديال الكارامل اه بالنسبة لهاد كريم ديسير او لا فلان او لا ممكن تستعملو اي يوغورت كتحبو انا هنا غنمشي في طورته كاملة بالنكهات الكارامل كيف ما غتشوفو معايا فغادي ناخد الكريم بعد ما خلطتها جيدا نعملها في ايناء اللي يكون كبير شوية باش ضغية تبرد معانا وغادي نغطي عليها دائما كونتاكت ديالك باش ما تعملش معانا ديك لكخوت وغادي نوضعها في تلاجة باش تبرد بسرعة ونشو المرحلة الموالية هادي ناخد هنا كاسرونة غادي نوضع فيها كاس دي السكر حبيباتي كوزين ميو ستين جرام وغادي نوضع هاد السكر فوق نار مهيلة حتي ولي او لحتي يبدأي ولي كغامل على هاد الشكل هادا من جواني كيبال لي يرهو يعني ولف اللون اللي بغيت كنحاول كدلك نوضع داك السكر اللي بقالية في الوسط على هات الشكل هادا وحتى كي بدي اعمل واحد فوقعات على هات الشكل هادا عاد كنبدأي نحرك فيه بسرعة باش داك السكر كله كيدوب وكيولي في لون واحد وكيتجانس على هات الشكل هادا كيف ممكن انكم تعملوا نصف كاس حتي كي بدي ولي كغامل عاد كدفو نصف كاس لاخرها بحال بحال فهناك ضفت قبيصة ديال الملحة اللي كتوازن لنا داك ما كيكونش الكراميل حلو بزاف كنضيف هنا مباشرة مبعد الملح كنضيف معلقة كبيرة ديال الزبدة على هات الشكل هادا وكنحركها مزيان حتى كتدوب على هات الشكل في الحرارة ديال الكراميل فراكتدوب بسرعة كما لاحظو معايا وهنا مباشرة غادي نضيف كذلك الكريم ديسير ديال الكراميل اللي استعملت كذلك في الكريمة اولا في الكريم باتيسير اللي هو هادا وغادي نحرك جيدا حتي يدوب في هاد الخالط فهنا بنصبها الكريم ديسير من الاحسن ما تكونوش عاملينو في تلاجاني يجبدوه منقبل جميع العناصر باش خدمنا ما تكونش ابدا بردا كوش يكون جابدينو منقبل منقبل الوصفة والاقبل ما تبدو الوصفة بواحد ساعة على اقل كان حرك مزيان حتي كيدوب داك الخالط وكيدجانس وكيدجانس وكيدا هكا كي يعمل فقاعات فما تخليوش حتي التحرق دائما اخدمو على عفية تكون ميلا جدا مباشرة هنا كنزوله فوق النار وغادي نضيف عليه من مياه حتى المياه وخمسين جرام ديال اللوز اللي حمرتوا بالقشرة ديالو وهرمشتهم طبيعية الحرار مسحتهم مزيان فهنا كيكتلكم من مياه حتى المياه وخمسين توما لكم الاختيار انا ضفت مياه وخمسين جرام ديال اللوز ممكن تعودوه بالكوكاو او لاي مقصرات كتحبو تكون محمرة كان خلطها مزيان وكان حطوه على جنب غير يدفع ماشي يبرد فهنا انا الجنواز ديالنا ولا طبقة اللولانية راها طابت خرجتها من الفران كيف ماشتوا معي فانا حي تبغيتها رقيقة ما بغيت هشتبان فتراسيتها بالمول اللي غادي نخدم به وغادي نقطعها كنزولي على الجوانب وكذلك غادي نزوليها ورق الطبخ من تحت فديك الزيت دائما اللي كان دهن قبل ما كان حطو ورق الزبدة فكتعاوني انا الجنواز وخا تكون رقيقة ما تلسقش في ورق الطبخ وخي يكون ورق الطبخ اللي ماشي ماشي يعني نوعية جيدة فهنا مباشرة لقد كانت لاجنواز ديالين بعد ما يبردد هكا سقطتها بالسيرو يبقى لكم لي اختيار بالسيرو واشي تسقيوها ولا لا وكن نعمل مباشرة هذيك طبقة ديال الكروكون اللي عملنا او لادا كجراميل كروكون اللي عملنا كييي يجي صراحة بحل داك الشكل ديال سنيكرز وكيي يجي لديد بزاف كطبقة هكا الناس ديكي يحبوو الكراميل كنديرها هنا نحتها في تلاجة او لاجنب حتى تبرد وغا رجعوا اللي كريم باقي وغ اخذها جيدا حتى تبقى ملسا نضيف ملسا نضيف عليها زوج مع الكبار من البخالينة نضيف كاس إلا رابعين كريم شانتي بودر نضيف كاس إلا رابعين نضيف كريم نضيف كريم 100 جرام الشوكولات 12 قطعة شوكولاتة بيضاء 13 قطعة نضيف لهم مباشرة كذلك الكريم ديسير نستعمل الكريم ديسير نضيف كريم ديسير كيف يستعمل الكريم ديسير كيف يستعمل الكريم ديسير ساعة ساع المصر ساعة ساع المصر يستطيع طاقة المصر عندكم. وكان نكتب هنا بشوكولاتة البيضاء اكتبوا اي حاجة بغيتو يعني تلعيد الميلاد ولا الوليدات ولا اي حاجة. اه فانا كانت من لكم دائما اه الصحة والعافية وطورة العمار ورزق ان شاء الله الوافير واللي افنيتها شي حاجة اه لا يحققها لها ان شاء الله. وهدي هي الطرطة ديالي كتجي على هات الشكل هذا. زينتها هنا بشوية ديال الكريم شونتي يبقى عندي مع دوك الحبيبات او لدوك ديالشوكولات وكما كتشوفوا معايا كتجي رائعة بزاف المدق ديالها كي يجي خاطير جدا يعني مدقات اللي متجانسة ومتوالمة بزاف اه بطور بطريقة وبطرق اللي بسيطة بزاف ممكن اي اخت تعملها اه وكما كتشوفوا معايا رها طبقات فديك لاجين وازك علش بغيناها رقيقة باش تتلصق مزيان مع داك الكوكول وما كتبانش وصراحة كتجي رائعة كنقطع معاكم طريف باش تشوفوها معايا يعني كتتقطع بسرعة وذلك خوكو ماشي كي جي قاسح كي جي معلك وزوين بلا ما نوضعو فيه لبيض لاتشي حاجة بطريقة اللي رائعة كانت منى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفة اليوم وكانت منى لكم دائما عام سعيد ومليء بالافراح وبالمصرات وبالصحة وبالعافية وطلت العمر وما بقى لئي لكم كانت معكم ام شمس وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه انيب اشتركوا في القناة